هذا وحيد خليل الفنس يتعاون مع مخابرات كبرانات فرنسا بالجزائر نعم يتعاون مع كبرانات أو مخابرات كبرانات فرنسا بالجزائر نعم محمد السباعي خدنا السلام عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد السباعي شكرا بزاف لكم على اللايك على كذلك البارتاج ديالكم وكذلك على التعليقات الجميلة اللي كان لقوها يعني في الكومنتر شكرا للدعم ديالكم لنا اليوم بزاف ديالناس فيكم طلبوا مني عبر يعني سواء تعليقات أو بعض الرسائل اللي توصلنا بها في لابتاج فيسبوك ديالنا اللي غتلقاوا الرابط ديالها التحت كنتمنى أنكم تدير واحد زيارة اللي عندنا تماء أنهم قالوا لنا وش بالصح وحيد خليلوزيتش يعني عميل ديال المخابرات الجزائرية في المغرب وجابوا هاد المعلومات من واحد الصحفي تونسي تحفي صابق في الجزيرة لطفي الغرس اللي يعني داروا واحد الفيديو وهذا الفيديو تبرتاج على نتاق واسح بزاف فيكم قلونا نتكلم على هاد الموضوع غدين نتكلموا عليه وغدين نشوفوا الفيديو ديال هاد صحفي لطفي الغرس ونتكلموا عليه كذلك غدين نبدالكم أولا برسالة نارية من الملك محمد السادس نصر والله وأيداه إلى إسرائيل والموضوع اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والتعنيف ديال بزاف ديال الفلسطينيين والاعتداء عليهم من داخل يعني الحرم ديال المسجد للأسف الشديد شفنا الصور صور يعني غير مقبولة بتاتا خصوصا في يعني في رمضان الكريم أن قوات القوات الفلسطينية أنها في هذا المكان المبارك المكان اللي كناعتبره أنا شخصيا يعني هذا اعتبار ديالي شخصيا هو ملك للإنسانية ملك للأديان كلها يعني كل واحد المسيحيين كديروا تقص ديالهم يعني الدينية المسلمين حتى هما واليهود حتى هما هذا المكان يعني مكان مبارك يجب أن يكون فيه التعنيف ممنوع وغير مقبول من أي طرف محمد السادس في لاجة يعني نارية جدا أمر وزارة الخارجية المغربية بمراسلة مكتب إسرائيل في الرباط يعني حول الموضوع إذن الموضوع يعني كي يقول قرار لكم بعض المقتطفات من بلاغ وزارة أشؤول الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج كي يقول إن المملكة تعتبر أن هذا الاعتداء الصارق والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكرهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة وقال بأن المملكة المغربية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع التولي إلى التدخل العاجل لوضع حدي لهذه الانتهاكات والإعدداءات على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى مقدساته كي يقول البلاغ كذلك أنه بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر والله فقد تم تبليغ هذا الشجب والتنديد مباشرة إلى رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط من خلال هذا البلاغ كيبان بأنه ما زال ما كان سفير إسرائيلي في المغرب ما زال ما كانش سفير دي الإسرائيل في المغرب وكي يقول بأنه باقي الرؤية غير واضحة في العلاقات المغربية الإسرائيلية لأنه لحد الآن إسرائيل ما زال منزلتش يعني ما احتربتش الاتفاق الإبراهيمي فيما يخص الاعتراف بمغربية السحر لحد اليوم إسرائيل كانت تصريحات شخصية دي المجموعة من السؤولين ولكن يعني موقف دولة تتبنى بصريح العبارة نزال ما كان وهذا ما يقول مجموعة من المحللين بأن المغرب هاتش اللي خلاه ما زال ما يستقبلش بصفة رسمية السفير الإسرائيلي داخل المغرب نمشيوا الموضوع اللي تكلمتوا لنا عليه اليوم وبغيتينونا نتكلموا عليه وهو وحيد خليلوزيتش عميل أو جاسوس أو مجند من طرف الجزائر لزعزعات استقرار القرى المغربية ولكن قبل ما ندخلوا لهذه التفاصيل بغيت نقول مليون ونصف مليون مبروك لفريق الوداد البيضاوي اللي مشاه على نفس الناج دي الأرجاء اللي داروا هذه واحدة شهرة تقريبا نضرب وفاق سطيف داخل الجزائر اليوم كذلك الوداد يعود بانتصار تمين وبعشرة لاعبين من متصدر البطولة الجزائرية شباب بالوزداد نقول لكم شكرا للكورة المغربية اللي هزلين الراس رفعين الراس كنتمنى فقط أنه شباب بالوزد ما يمشيوش يطالبوا لكاف والفيفا باش يعودوا ليهم الماتش نشوفوا هاتصريح ديال لطفي الغرس غدي نسمعوه دابا ومن بعد نجي نعلق لكم عليه كما تكلمنا ديجا نشوفوا نشوفوا تصريح ديال لطفي الغرس أن هذا وحيد خالي لزيدش يتعاون مع مخابرات كبرانات فرنسا بالجزائر نعم يتعاون مع كبرانات أو مخابرات كبرانات فرنسا بالجزائر نعم الدليل على ذلك يا وحيد خالي لزيدش المرأة التي تتواصل معها بالهاتف بهاتفك البوسني ليس هاتفك المغربي بهاتفك رقم البوس يعني عنده هاتف ثرية يا مخابرات المغرب عنده هاتف يسموه هاتف ثرية انترنسيونال هذا كان يتخاطب به مع المرأة التي تنسق بينه وبين المخابرات أو مخابرات كبرانات فرنسا لطفي الغرس يدعو جميع الأحرار بالمملكة المغربية الحبيبة وكل من له سلطة تنفيذية بالمملكة المغربية أن يفعل كل ما في جهده لترضي هذا الخسيس وهذا العميل وهذا الجسوس وأتحمل وزرها أمام الله سبحانه وتعالى ويمكنني أن أكون شاهدا على المعلومات التي أقولها الآن أمام المحاكم المغربية وأنا مستعد لذلك لأكشف كل الملفات أخي لقجة أنت مغربي حر وأنت مغربي صنديد سفرت بي الرياضة المغربية وكورة القدم المغربية إلى أعلى القمم واضح لطفي غرسي أنصحك إذن باركة لنا هذا كما شتو صحفي سابق في الجزيرة وصحفي تونسي لطفي الغرس معروف يعني بدفاع المستميت عن المغرب وعن المغاربة وكذلك بفضح الكابرانات نحيي على الغيرة الغيرة عن المغرب وعلى تمغربي دينا ولكن خليلوزيش نتفق يعني 80% دينا المغربة نحن للنش وأنا شخصيا يا من تقدته في هذه القناة أولا لمواقفه كيدخل في شيء أمور ماشي سوق فيها خصوصا المواقف السياسية عارف المشكلة دينا المغرب والجزائر ودائما في مجموعة من اللقاءات الصعافية يدافع فيها عن الجزائر ويتحرش بالمغرب وهذا ماشي من حق كفلاعب أو كمدريب الكرة القدم هذه المنطقة ماشي سوق فيها مخصوصا تكلم فيها كنشوف وليد الرجال قبل ماشي لعبو البارح ضد الوزداد ندر واحد من ضل صحفية ويعني الصحفيين بغوا يجرروا على هذه المنطقة يناقش في هذه الأمور السياسية قال لي سولوا على خليلوزيش وقجاع وكادا ومرأيوك وهذه وهذا بدأوا يدخلوا فيها بدأوا يدخلوا هذه الأمور بدأوا يستفزوا فيها يعني كتام غربي ويشوفوه واش بغوا تسريح ناري ولكن كان دكيا ديبلوماسيا قال لي هم أنا غادي لنجاوبكم على هذه الأمور كان الناس ديول لها أنا غادي نجاوبكم على شق دي البال الماضي عندكم أحسن مدريب وأحسن مدريب في إفريقيا وأنا تعلموا هذا صريح ديبلوماسي من رجل دكي ولد الجراغي برافولي ولكن خلي لوزيتش من اللي كتشبدلي الجزائر في شي صريح كينزل على المغرب ويشكرا في الجزائر هذه منطقة ماشي منحق يدخل فيها وهذه من الموطيف لخص يعني يتحييض على رأس الكتيبة المغربية أضيف إلى ذلك سبان ديالو اللي كان في فيديو معروف الجماهير المغربية خلي لوزيتش اللي يكون في علمكم أنه في 2010 طلع باليابان إلى المونديال وما يعني طلع بيوم وما شاركش جروا عليه قبل المونديال وفي 2014 طلع بالجزير وشارك وفي 2018 أعتقد شي فريق إفريقي طلع معهم المغرب نتمنى أنه لا يشارك لأنه شخصيا لم أقتنع لأنه وخايا نقول المؤامرات والمخابرات الجزائرية لا أعظم بأن الأمور تمشي تلت النقطة لأنه يكون مجند من طرف المخابرات الجزائرية في المغرب لا أعتقد بثاة وشخصيا لا أؤمن بنظرية المؤامرات فإذا كان هذا النزل جرى العبيلة يؤمنون بعض المؤامرات لا أعتقد شخصيا أن لطف الغرس بدأ يعطينا المرأة والرقم يعني يعني يعطي واحد شوية دي الموضوع هي شخصيا أنا لم أدخل للرأس هذا التصريح دي لطف الغرس خالي لطف الغرس لا يوجد هذا السببب الذي سمعنا في الفيديو ولكن الأسبب الذي ذكرت ها أنا إضافة إضافة إلى أن هو ما قدرش يجري التركيبة البشرية دي المغرب المدريب براخص يكون فيه طبيب النفساني يكون فيه الأب المستمع يكون فيه رميم ممكن الأب في الدار الولد يكون ممزين ويجري عليه منطر رميم ممكن يحتوي هناك شو تكلم معه خطنا هذا هو التعليق الذي طلبت مني أنني نقوم على هذا الفيديو الذي كان تعليق كثيرة لكم أتمنى أنكم تدعمونا بابوني اشترك تفعيل الجرس وكذلك بارتاج للحلقة على أوسع نتاق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد السباعي